بين اللي برة يعني بإذن الله يعني كلام تاني خالص اللي بيتكلموا من دول اللي طالعين هدفهم ان هم ينشروا حالة من اليأس بيتكلموا من دول وصل التضخم فيها بعد كورونا لسبعين في المية احنا اعلى تضخم زي ما قالت مدير السندوق النقد وصل لستة وتلاتين سبعة وتلاتين في المية وان شاء الله اخر السنة ينزل لستاشر هم اللي بيطلعوا يحصروك ويقهروك على حالك عايشين في دول وصل فيها التضخم لسبعين في المية وانا عارف وهم عارفين ان انا عارف لكن محدش فيهم يقدر يتكلم عن الواقع اللي هو عايش فيه ليه عشان هم مستقبل في مصر بحروب الجيل الرابع بيقبض عشان كده اللي نجاح هذه الحروب يعتمد على ايه تدمير معنوات المواطن وللتشكيك فيه كل شيء ايجابي لا سيامة نتائج زيارة الصندوق لمصر وزعموا في كذب انفج ان اسعار الغاز من نتائج هذه الزيارة عشان انشكيكك فيها لكن الحقيقة وزارة البترول فيه بيان رسمي اكدت ان ده حصل في سبتمبر مش بعد الزيارة يا كذبين لمواجهة جزء من الفجوة بين الاسعار وتكاليف الانتاج لكن هم يا جماعة بيجذبوا كما يتنفسوا بيقبضوا فلوس على كده ده ردب وده اكل عيشه وحساباته والفلال اللي بيشتريها والعربيات كل يوم يصحى الاعلامي من دول عريق الصبح كده تتصرف كيف يا عبدالرحيم تتصرف كيف اشوه مصر ازاي 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 اسودها فش المواطن عاكن على الشعب ازاي ده اللي بيحصل فعلا يصحى منهم الصبح يفير الموبايل اخد ايه اشوهه اشكك الناس فيه ايأس الناس فيه تصرف كيف يا عبدالرحيم حتى يستدرك الشعب لحرق اطرافه بنفسه ازا اشاعة ان مصر مستسلمة لطلبات صندوق النقد غير حقيقية ان الرئيس غير مهتم بمحدود الدخل اشاعة غير حقيقية ان المصاري الاقتصادي اللي اتخذته الدولة فاشل غير حقيقي بالمرة والدليل مش الشعر قال لك السيف واصدقه انباء من الكتب الدليل اختيار القاهرة لاستضافة تاني اهم مؤتمر عالمي بعد قمة المناخ وهو المنتدى الحضري ايضا لا يفوتني طبعا ان مصر لديها تكربة ايضا رائدة والحقيقة يعني اخدت العديد من التقديرات وهي مشروحة يا كريمة والذي يستهدف طبعا تطوير المناطق الريفية ايضا والاستفادة اللي هتعود بصورة كبيرة جدا على حوالي ستين مليون مصري مرة اخرى برحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر واتمنى لكم جميعا اقامة سعيدة في مصر ان شاء الله ويكون هذا المنتدى يعني يقابل كل التوقعات والتمنيات للخبراء والمعنين والمشاركين فيه كلام دولة رئيس الوزراء عن مشروح يا كريمة وتكافل وكرامة في المنتدى الحضري قدام الوفود اللي جات مصر يؤكد بالدليل الدامغ على اهتمام الدولة بالشرائح الاقل دخلا عشان الكاذبين اللي بره ودعايتهم الكاذبة الفاسدة مصر عمرها مكان الدولة للاغنياء فقط ولا برضو هتكون باذن الله دولة للفقراء فقط تنتشر فيها العشويات وتصبح امر واقع ومع الوقت تتحول هذه العشويات من امر واقع الى امر مقبول وامر عادي ينتج عنه التطرف وده اللي عايزينه جرائم وبلطجة وده اللي عايزينه مخدرات كلنا عارفين الاثار السهيئة للعشويات وتاني بأكد محدش من بره هيجيلك يعمل عندك مؤتمر بالحجم ده الا لو كان عارف انك ناجح الا لو كان بيقدر الاستراتيجيات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية زي ما اكد دولة رئيس الوزراء اشتركوا في القناة